اشتركوا في القناة وممثلين عن الاتحاد الوروبي للتأكيد على رفض القرارات الإسرائيلية هناك جهد نحو رفع الوتيرة باتجاه الضغط لوقف هذه العملية الاحتلالية ورفض كل سياسات الاحتلال بتهويد التعليم وأسرالته في الخدس في المناطق المسماجين ومحاولة مصادرة حق أبنائنا في البقاء والثبات وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت مؤخرا قرارا غير قابل للنقد بهدم تجمع الخان الأحمر وتهجير سكانه تمهيدا لضمه إلى مشروع القدس الكبرى الذي يعزل المدينة المحتلة عن محيطها الفلسطيني ويمنع امتدادها الطبيعي أول شيء قانون عنصري ثاني شيء هذا بالنسبة للقانون هذا هو القانون أبرتايد هذا الأبرتايد بعينه ثالث شيء أين قوانين المجتمع الدولي نقطة الأخيرة إذا تم هدم التجمعات المدرسة والتجمع هذا كل على البواب الوحيدة للمسلمين ولا العرب شرقية القدس اللي هي البواب الشرقية كل على القدس السلام أما الأطفال الفلسطينيون هنا لا يعرفون مصير مدرستهم ويحلمون ببقائها بعيدة عن جيش الاحتلال وسياساته التعصفية التي قد تعصف بالمدرسة في وقت قريب لا أمش ما أخذ حقوقي بدنا حقوق بالتعليم بالراحة باللعب نيجي ونروح نحن ما بنقدر نيجي ولا نروح ولا ناخذ حقوق يهود مسيطرين على حقوقنا وتعمل حكومة الاحتلال على ملاحقة التجمعات البدوية في كل المناطق الفلسطينية منذ زمن بعيد بحجة عدم شرعيتها وقربها من المستوطنات الإسرائيلية قرار فلسطيني واضح على مواصلة العمل لكي تبقى المدرسة قائمة لكن في المقابل هناك قرار إسرائيلي بهدم المدرسة وما لف حولها خلال الأيام القليلة القادمة من الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة رائد الشريف الغد فلسطين